بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو وعملة كونفليكس طبعا هذه العملة قد تتعرض إلى بامب كبير جدا ومجرد تجاوز الأسعار إلى مستوى العشرين سنت يعني حتى الآن بـ 18 سنت 35 أعتقد أنها مجرد ما تتجاوز العشرين سنت هنجد شغل عالي جدا في هذه العملة هم بدأوا يضخوا سيولة في هذه العملة بدليل الفوليوم يعني زايد بنسبة 317 بالمئة تمام طبعا الماركت كاب الخاص بي هذه العملة 310 مليون يعني بالنسبة لمشروع هذا العملة يعني مشروع ضخم جدا بيعملوه فأعتقد أن ده ولا حاجة يعني على الأقل كده انت بتتكلم في عشر أضعاف ده على الأقل لكن أنا شايف أن العملة ديت ممكن تعمل في المستقبل مئة ضعف يعني متاح لي أنها تعمل مئة ضعف أنا شايف أن هي سهلة جدا أن هي تعمل مئة ضعف لكن على الأقل أنت معاك عشر أضعاف طبعا الغالبية يقولك إيه المقاومات والضعوم المقاومات بالنسبة لها أنت عندك الأول حاجة للعشرين سنت تمام وبعد كده عندك بقى كل أربعة سنت مقاومة انت فاهم معاً يعني عندك العشرين سنت 24 سنت 28 سنت 32 سنت 36 40 44 48 52 اه 56 60 64 يعني انت حتى لو وجدت المقاومة من غير ما شوفها هتلاقيها عند 64 لازم قدي المقاومة ديت تعال كده نشوفها ايه 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 اربعة وستين يعني حاجة عجيبة فانت هتلاقي كل اربعة سنت هي المقاومات هي المقاومات 36 ديت هتلاقيها منطقة قوية 32 28 24 فكل اربعة سنت هتلاقي ايه المقاومات الخاصة بهذه العملة تمام يبقى انت عندك بداية من 20 سنت بداية من 20 سنت ديت مجرد افتتاح شامعة ولو على مستوى الربع ساعة فوق مستوى العشرين سنت اعتبر ان العملة ديت طارت خلاص مجرد ان هي تصعد فوق مستوى العشرين سنت العملة ديت انت مش هتشوفها ولا انا هشوفها هتجدها في مستويات اخرى يعني ممكن تنتقل فجأة كده الى 36 سنت الى 50 سنت مرة واحدة تمام ليه عندها اخبار قوية وتاني حاجة العملة ديت قوية للغاية والمركت كاب ضعيف جدا يعني بالنسبة لمشروعها ده شيء لا يسكر فهي طبعا تعد فرصة لكن هذا الكلام كله ليس توصية ولا رأيي استثماري انت زاكر العملة ادخل على الموقع الخاص بهم طبعا هم مدرجين على باينانس والكثير من المنصات بس اهمهم باينانس تمام فانت تقدر تشريها على باينانس بارياحية شديدة مفيش اي مشكلة وتحتفظ اه لغاية التارجت اللي انت عاوز تبيع عليه انا من رأيي الشخصي اللي هو التارجت اللي احنا قيدين عليه اللي هو 64 سنت تمام ولو تجاوز ال 64 سنت هيذهب الى واحد دولار بعد الواحد دولار بقى نتكلم تمام لكن هو مبدئيا التارجت المبدئي هو عندك من 24 الى 28 سنت ده التارجت الاول وبعد كده اه يذهب الى من 32 ل 36 وبعد كده اه من الواحد دولار ان شاء الله فخلينا واحدة واحدة كده مع هذه العملة ونشوف هل فعلا هيتم عمل البامب القوي جدا اللي انا متوقعه يعني بالكتير قوي اسبوع وفقا لهذا الفوليوم وهذه الحركة ممكن اسبوع ونجد ان هذه العملة ارتفعت بشدة فبالتوفيق ان شاء الله